تفقد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قاعدة محمد نجيب العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة استمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية عن قاعدة محمد نجيب العسكرية والتي تعد أحد أبرز قلاع العسكرية المصرية بما تضمه من قوة عسكرية ضاربة ووحدات قتالية وإدارية وميدين للرماية والتدريب على كافة الأسلحة المختلفة وقام الفريق أول عبد المجيد سقر بجولة تفقدية تضمنت المرور على ميدين التدريب التخصصية وناقش عددا من المقاتلين في كيفية تنفيذهم لمهامهم المكلفين بها